لعبنا مباراة وجيم مفتوح قدام السودان ومن اللحظة الأولى بدأ المنتخب يعني مكشر عن أنه زي ما بيقولوا ولعبنا مباراة مفتوح ومباراة هجومية وده الحقيقة يمكن الترجف في السكور الكبير لحقق المنتخب مصر هل تتوقع أن مستر كيلوش هيلعب بنفس الطريقة هيلعب جيم مفتوح وهل متوقع أنه الجيم بتاع الجزائر يلعبه منتخب مصر بشكل هجومي ما هو فيش تقص تخطيط لأي مورا في نقطتين inefficient تتفرجت علي الجزار كبتن محمود في البطولة؟ لا 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 عليش ان اتأسف ساعات في الدول الإنجليزيش يا غاي يعني تبقى في تسبب غيرها ليس هنا laboratories مسخرى قوي يعني يستمس برضه في ناس كتير فاجع من صعود منتخب مصر بس دعا مع أدوار اللي جاية كمان هيبدأ البطوة تسخن يعني المباراة تبقى أكثر تركيز بالظبط بالضبط. حكتين طبعاً بيمثله خطة مباراة والتشكيل اللي أنت لأي مدير فني بيحطه. مستوى فريقك. أو فيه عنصه بتالك كمان. مستوى فريقك ومستوى المنافس. والهدف اللي أنت حطه. تلعب على الطولة على فوزة. على تعاقده. مباراة عودة. ولا مباراة ذهاب. يعني بتختلف حسب ظروف المباراة. وإيه المطلوب من المباراة كنتيجة. ومستوى فريقك ومستوى المنافس. وبتبتدى أنت طبعاً بتحط تشكيلك. بتحطي أسلوب وطريقة اللعب اللي أنت بتأدي بيها. قد يكون السودان مع المستوى المتوسط. المستوى الفني بتاعه متوسط. أكيد هتعمل من مباراة ناحية هجومية. مفتوحة. ممكن عندك فرصة برضه تشوف عناصر جديدة. مع الجزاء الوضع مختلف. طبعاً. هتحط أفضل تشكيل. ولازم تكون في توازن بالنواحة الدفاعية والنواحة الهجومية. فليها طبعاً ترتيب بأسر. كما الجمهور قال كل الناس توقعت أنه تكون أصعب مواجهة منتخب مصر على مدار البطولة. حتى قبل أن نصل إلى الأدوار الثمانية والأربعة وإن شاء الله نصل للنهاية. لكن الأكيد أن كل الفرقتين لا أعتقد أنهم يبقوا راضيين بالتعادل لأسباب كثيرة جداً. يعني بتهاري أن كل فريق من منتخب مصر ومنتخب الجزائر عنده رغبة كبيرة جداً لأسباب فنية عدم مواجهة المغرب في الدور اللي بعد. والمغرب مقدبة عروض قوية جداً ومنتخب من أفضل منتخبات المشاركة. وفي نفس الوقت كمان حساسية اللقاءات بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر. هتخلي كل فريق عنده رغبة في إثبات أنه هو الأقدر والأفضل.